السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل انتكلم ان شاء الله بالفيديو ده عن حصرينا الاختبار الفعل لترقي المعلمين احدث واقع الاسئلة بالاجابات بعد تغيير الاسئلة فئة معلم ومعلم اول طبعا يا جماعة الاسئلة تم تغيير ها بالكامل بات 14 سؤال اختياري 26 سؤال صح وغلط ارجو يا جماعة ان شاء الله ان جاءت الاسئلة بالنص ارجو لتشجيعي فقط قم بالتعليق على الفيديو وما تنساش اللايك والشير والان مع الاسئلة اول سؤال يا جماعة بيقول مراعاة الفرو الفردية تقتدي ان تتنوع المشاطات وان تتعدد مستويات كل نشاط السؤال الثاني الاسلوب الفعال الاس يسم في فعالية التدريس يتمثل في تقديم المادة العلمية للتلاميث في مجموعات متفاوتة في مستوى التحصيلي او متفاوتة في تحصيلها الدراسة التخطيط لتقويم تعلم التلاميث يتطلب استخدام طبعا الانشطة الصفية الاداف التدريسية بالخطة التعليمية الفردية تصافي ضوء نتاج التقويم النهائي الاسئلة اللي بعد كده الاخطاء الشيعة في طرح الاسئلة عدم التغيير في نوعية الاسئلة النشاط الذي ينمي الثقة بالنفس هو تحمل مسئلة هو النشاط الابتماعي يعد من مواصفات التقويم الجيد ما عادة طالما قال لي ما عادة يا جماعي بلا سيلة مركبة من اهم الاجهزة التي تكون في الفصل الزاكي هي الصبورة الزاكية يا جماعي فصل زاكي بصبورة زاكية اثناء عملية التخطيط للدرس يجب اختيار اساليب التقويم الذي تناسب معه طبعا احنا بنختار يا جماعي كل ما صبق السئلة اللي بعد كده لقد اظهرت عدة الدراسات ان التعليم الجايد يرتبط طبعا بالمصادر التعليمية المطفعة السؤال اللي بعد كده كل من ما يلي من ادوات تقويم الالكتروني ما عادة فرض الفروض تشمل الخطة اليومية على معلومات اولية منها باختار كل ما صبق انقسم الاهداف الى سلاسة جوانب طبعا اهداف معرفية وجدانية ومهارية اذا كان احد الطلاب مصدر ازعاج للمعلم فان الاجراء التقليدي الذي يتخذوا المعلم لدعم تعلم الطلاب هو طبعا الاتصال ومرشيد الطلاب اللي هو الاخصال الاجتماعي من الاسئلة بالصحة وغلطة جماعة تتعدد الاستراتيجيات التي تستخدم للتدريس والفصل عالي الكثافة العبارة صحيحة الاختبار الكمبيوتري هو اختبار تنائي الاتجاه من حيث عرض مستوى صعوبته طبعا عبارة خطئة تسمي الانشطة التربوية في خلق ترابط بين الطلاب والمدرسة والبيئة المحيطة عبارة صحيحة يكتسب الطالب عدد من الخبرات الحياتية من خلال ممارسته للانشطة اللا صفية عبارة صحيحة من الاسئلة الاخرى الاختبارات الالكترونية في العملية التعليمية تعتمد على الاساليب التقليدية عبارة خطئة انترانيت هي شبكة داخلية تقتصر حدودها داخل نطاق المدرسة عبارة صحيحة طبعا يا جماعة اسمها انترانيت وليس الانترانيت انترانيت شبكة عالمية تهتم الانشطة التربوية من مول وجداني دون الجانب الجسدي عبارة خطئة السؤال الى بعد كده يحرص المعلم على تنوع استراتيجيات التعليم والتعلم من اجل مراعاة الفروع الفردية لدى طلابه عبارة صحيحة الانترنت مصطلح يشير الى شبكة معلومات محدودة النطاق عبارة خطئة لانها بتبقى وسائعة جماعة زم احنا التفانى ان هي شبكة عالمية من الاسئلة الاخرى المعارات الحياتية هي نوادك تعلم يستهدف تدريس المنهج تحقيقها طبعا عبارة صحيحة يعرف المنهج بانه محتوى الكتاب المدرسي عبارة صحيحة وانا مختلف بالنسبة لي المعنى لان المنهج كمنظومة تاب مدرسها المقرر واستراتيجيات تدريس ومصادر وهكذا استراتيجية ترتيب المهام تقوم على تجميع الطلاب في مجموعة واحدة كبيرة عبارة خطئة السؤال اللي بعد كده تواجه الانشطة التربية الطلاب للعامل من خلال منظومة متكملة تحقيقا لمدة طلبات المجتمع عبارة صحيحة ايضا من اسئلة الصح والغلط لدارة فعال الفصل هي ان يتجنب المعلم معاقبة الطلاب بشكل جماعي طبعا يتجنب عبارة صحيحة السؤال اللي بعد كده ان تخزين معالجة وتحليل البناء الضخمة يحتاج من العلم ووضع معلومات كثيرة يوميا في عقول المتعلمين عبارة صحيحة انصفات طريقة التدريس الجيدة ارتبطة بأنظمة التعليم ونظرياتها عبارة صحيحة ان المعرفة الاقصر قيمة هي التي يتم نقلها الى عقول المتعلمين في المدرسة عبارة خاطئة طبعا اقصر قيمة مش يتم من اقلها لا يتم اجتسابها للمتعلمين تشمل نوادج التعلم المعارف والمهارات والقيم والاتجاهة عبارة صحيحة من السئلة الاخرى يتضمن التخطير للدرس استراتيجية التدريس المناسبة عبارة صحيحة ان التحول من اقتصاد قائم على المعرفة الى اقتصاد قائم على الزكاء يحتاج تقيين كم المعرفة المخزنة في عقل المتعلم عبارة صحيحة على المعلم في ادارة الفصل ان يتجنب اعطاء الواجبات في المنزل كعقاب عبارة صحيحة يساهم النشاط التربوي في تنمية ميولو الطالب وتوجههم للتوجه السليم عبارة صحيحة اخر اسئلة يا جماعة يساعد الزكاء الاصطناعي المعلم على تحقيق معايير مرتفعة من الجودة في سليب تعليم وتقييم التلميذ عبارة صحيحة يعادل تخطيط الانشطة التربوية من مهام الادارة المنرسية عبارة صحيحة السؤال اللي بعد كده نشاط التربوي هو ما يبزله المعلم من جد عقلي او بدني في ممارسة مجموعة من الانشطة المختلفة لا تناسب مع قدرات وميول عبارة خاطئة لنبدأ تناسب مع قدرات وميول المتعلم وليس المعلم اخر سؤال يا جماعة تقييد تحرقات المتعلمين داخل الفصل الدراسي لا يعد من اسباب رفع كفاءة اضافة الصف عبارة صحيحة وابكر يا جماعة انتهينا من الاربعين سؤال بالنسبة ليه العشر انشطة ويتمنى لكم التوفيق والنجاح ولا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لقياسة لكل ما هو جديد ومن تنساش لايك والشير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته